وصل كبيرة جدا لتشجيح هذا نعم الشركات دكتور مونة يمكن بدأنا نشوف خلال فترة اللي فاتت كليات الذكاء الاصطناعي اللي بدأت حتى تكون منتشرة في عدد من الجامعات الإخليمية كمان مش بس الجامعات المركزية إذن هناك هنا في ربط ما بين التعليم وما بين سوء العمل ما بين التحول الرقمي أو التكنولوجي وما بين الدراسة سوء العمل إزاي حضرتك من خلال الكلية أو من خلال أكاديمية بدأت ترصودي شكل هذه العلاقة وإزاي فعلا بيتم استثمارها لاستثمار الأمسل خليني أقول الحقيقة الأول إحنا نشرف طبعا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن إحنا عندنا كلية متخصصة في الزكاء الاصطناعي وهي مقرها في العالمين اللي زي ما بنقول عليه State of the Art Campus بتاعنا الجديد والحقيقة هي متخصصة في إنها تعد طلبة جاهزين لسوء العمل وبدأ فعلا يجي لنا أفرز كتير لتوظفهم واللي الناس كلها عايزة تأخدهم لأن دول طبعا تم تعلمهم وتأسسهم بشكل المتغوب عليهم طبعا فالحقيقة يعني الولاد ما شاء الله عاملين أو حيث تتفرج على المشاريع والبروجيكس اللي بيعملوها في طوال فترة دراستهم حاجة حقيقة مشرفة يعني إحنا بقى ككلية دراسات عليا في الإدارة هو الحقيقة مش إحنا بس ككلية دراسات عليا في الإدارة هي كل الدولة والعالم كله توجه إلى التعليم عن بعد أو استخدام منصات رقمية زي مثلا برودكس كتير زي زوم جوجل ميتنجز مايكروسوف تيمز وكده لأنه وقت ما حصلت الأزمة بتاعة الكوفيد ناينتي ما كانش عندنا أي option غير أن احنا نستكمل التعليم من خلال منصات الإلكترونية وزي ما دايما بقول أنا يعني محظوظة أن أنا بشتغل في مؤسسة تعليمية يعني well prepared وجهزة دايما للتطور التكنولوجي ودايما مستعدين لسيناريوهات البديلة في حالة ظهور أي أزمة لقدر الله طبعا زي ما كنا بنتكلم يمكن في الفاصل استخدام مثلا حاجة زي الشات جي بي تي يمكن الأولاد كلهم في الكليا دلوقتي بيستخدموا الأسايمنتز وبيعملوا البروجيكس وبيعملوا الحاجات دي باستخدام سموا كلامنا الحلقة اللي فاتت بالزفت كده هم يعني مسترشدين باللي احنا قلناه الحلقة اللي فاتت فالحقيقة ده بقى approach بيستخدم بشكل قوي جدا في مجال التعليم وهو معتمد توتلي على الزكاء الاصطناعي فيه كمان التعلم عن بعد لأن مش لازم يعني التعليم دلوقتي يكون بمنات بفيزيكل أو لازم يكون face to face بقى ممكن لو أنا عايز أتعلم موضوع حتى لو أنا مش جهرت أكون طالبة في دراسات عليا أو طالبة في undergraduate أنا يعني في أي درجة من الدرجات العلمية أو درجات العمر أقدر أدخل وتعلم عن طريق منصات تعليم عن بعض سواء للتدريب سواء للتعليم سواء لإسراء ثقافة الشخص ودي الحاجة مهمة جدا إن إحنا ما نتوقفش فقط عند درجات تعليمية أو درجات علمية فقط هو طول الوقت بتيجي مواضيع بتريز زي ما بنقول أو بتصير يعني فضول الشخص إن هو يتعلم عنها وطبعا حاجات زي المنصات الإفتراضية والدشترل ترانسفرميشن بلاتفرمز بكل أشكالها وأنواعها بتتيح فرصة التعلم اللي ليس لها حدود إحنا بنفضل نتعلم لآخر لحظة في حياتنا وإحنا بنتعلم واللي بيقول نعرف كل حاجة ده يعني دولية دكتور إزاي ممكن حد بيسمعنا دلوقتي إعد نفسه إعداد جيد عشان يقدر يتعامل مع مثل هذه التطورات أو هذه الشركات أو هذه الإمكانيات الجديدة أولا في بلاتفرمز كتير جدا طبعا مش هقدر أمنشن أسمع عشان ما بقش يعني بكلم عن شركات لكن أقدر أدخل عن طريق أي منصة ساحنا الطريق للتدريب أقدر في شركات كتير جدا بتقدم تدريب عن بعض في شركات كتير جدا بتقدم تعليم عن بعض في جماعات كتير بتقدم تعليم عن بعض أقدر ببساطة لو دخلت على اليوتيوب وتفرجت على أي عايزة أقرأ عن أي موضوع أو أتعلم أي موضوع أقدر أدخل وأشوف كل اللي بيحصل الحياة مش باسة في مجال في محتوى عربي؟ في محتوى عربي طبعا موجود بكسرة كمان دلوقتي بدأت ينتشر جدا طبعا من دمن الحاجات كمان اللي ممكن نستخدمها الحياة كشركات افتراضية من دمن حياة كنت بتسأل إيه المجالات الاستخدام مجال البرمجيات كل ما هو يخص البرمجة طبعا سواء بقى artificial intelligence سواء برمجيات بشكل عادي الويب سايتس السايبر سيكوريتي زي ما شوانس محمد قال في مجالات even التالي مادسن يعني في مجالات الصحة تشخيص الحالات عن بعد ومتابعة الحالات عن بعد ده الحقيقة مجال كبير واستخداماته كتير جدا وبيفيد صحة الإنسان على مستوى كل دول العالم الحقيقة مش بسة في مصر التعليم عن بعد طبعا الكونسلتاشنز أو تقديم الاستشارات عن بعد تقديم الدعم الفني وده أراد موجود كل ده بيحصل عن بعد فكل دي مجالات لاستخدام الشركات الافتراضية بتؤثر تأثير إيجابي جدا على المستخدم وعلى الشركة وعلى الدولة طبعا علشان الاقتصاد الموازي